أهلا بكم بناتي وأبنائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية أبنائي وأبنائتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اللقاء اللي فات احنا كنا ابتدينا في الإحصى وكان معانا الأستاذ أشرف طلعت وطبعا أثرانا دي يعني موضوع جميل وفتح موضوع حلو قوي قال على الإحصى وأنه علم بيادر الظاهرة معينة عن طريق جمع البيانات وعرضها بصورة سهلة وبسيطة بحيث يسهل الاستفادة منها عشان كده النهاردة احنا هنخش بقى شوية كده وطبعا حيصرينا النهاردة وحيشرفنا أستاذنا وأستاذكم الأستاذ جمال فودة خبير الرياضيات بوزارة التربية والتعليم أهلا بيك أستاذ جمال أهلا بيك أستاذ عادل وبكل أبنائنا الطلبة اللي امتبعيننا النهاردة أستاذ جمال النهاردة حنستغل وجود حدك معنا وأنا عارف أنك يعني رجل بتاع تكنولوجيا وبتحفب جدا التكنولوجيا ويمكن الإحصاء معتمد تماما على التكنولوجيا وعلى القدرة على البحث والاطلاع وجمع بيانات وإحنا قلنا البيانات بتاعتنا لما جبناها المرة اللي فاتت عملنا لها بيانات وعملنا لها جدول وعملنا لها رسم بياني ويمكن جينا في سنة تانية ودرسنا المقاييس النزعة المركزية طبعا من المقاييس النزعة المركزية اللي احنا درسناها خدنا الوسط الحسابي وخدنا الوسيط وخدنا المنوال قلنا الوسط الحسابي كان مجموع القيم على عددها المنوال هو الأكثر شيوعا أو الأكثر تقرارا بين القيم تمام عشان كده النهاردة احنا نستخدم أحد مقاييس النزعة المركزية وحنستخدم المتوسط لكن طبعا لما بخش أشوف بيانات في أحد المصانع عستس جمال وعايز أجيب تقريبا أشوف المرتبات في أحد المصانع كراجل بجمع بيانات بس لقيت أنه فيه واحد بياخد خمسين جنيه وواحد بياخد خمس تلاف جنيه فالمدى بعيد بين الاثنين دولوا ولقي فيه واحد أربعة تلاف واحد ألفين واحد هنا فيه مجموعة بيانات قدامي ففيها تشتت وفيها عدم تجانس أو فيها تجانس عشان كده احنا النهاردة هناخد موضوع التشتت عشان كده بناتي وأبنائي النهاردة العنوان بتاعنا وهيفيدنا النهاردة إن شاء الله لأستوى الجمال فيه التشتت تعالوا نشوف كده ونستسمر وجده أستوى الجمال معينا التشتت أستوى الجمال التشتت فيه له مقييس احنا جدنا مجموعة من البيانات فالمجموعة البيانات دي أنا لقيت مجموعة من البيانات فيها اختلاف أو فيها تجانس عشان كده احنا عايزين نشوف يعني إيه التشتت لمجموعة قيم هو التباعد أو الاختلاف بين مفردات هذه القيم أو الاختلاف بين مفرداتها والتشتت هو مقييس بيعبر عن مدى تماجانس هذه المجموعات آه تمام يعني عشان كده بناتي وأبنائي التشتت يعني أنا هخش أشوف دلوقتي مجموعة بيانات فألاقي مجموعة ألاقي فيه بيان مختلف خمسين والتاني خمس تلاف فهنا هيبقى البيانات مشتت يعني بعيدة عن بعضها فعشان كده أنا عايزة إيس هذا التشتت أو هذا الاختلاف طبعا قدامي نوعين من مقييس التشتت يا أصد آه طبعا النوع الأولاني اللي هو مدى المدى آه يبقى إذن المدى هنا هو تبنائي هما النوعين إيه هم آه الأول حاجة المدى والانحراف المعياري تمام المدى هو إيه؟ المدى هو عبارة عن الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في هذه القيم اللي بيدها لي آه يبقى بشوف أكبر قيمة موجودة عندي في القيم دي وأقل قيمة وشوف هنا المدى بينهم ومن بعد قد إيه عشان نقدر نقييس التشتت اللي بين هذه القيم وبعدها البعض آه يعني بناتي وأبنائي من كلمة تشتت يعني التباعد أو التقارب أو التجانس بين البيانات اللي هي معطاة أو الاختلاف بالزبط فإذا المقياس التشتت تعالوا نشوف بقى بناتي وأبنائي اللي قال له أستاذ جمال زي ما علمنا الأستاذ جمال قال لي إنه فيه مقياسين للتشتت تعالوا نشوف كده أول مقياس هو المدى وتاني مقياس هو الانحراف المعياري طبعا تعالى الأول نشوف معنى المدى يعني هنا بيقول لي إيه هو المدى قال لي زي ما قال أستاذ جمال هو الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة من مفردات هذه المجموعة من أكبر قيمة وأصغر قيمة طب يا أصغر جمال لو أنا قدامي مجموعتين من البيانات المجموعة الأولى 56-14-23-22 والمجموعة الثانية 1-12-35-3 دول مجموعتين المجموعتين دول فيهم عايزة إيس مدى التشتت اللي بينهم أصغر جمال يبقى هنا هنقدم نبص كده لو بصنا للمجموعتين هنشوف القيم المجموعة الأولى ونجيب التشتت بتاعها عن طريق مدى هذه المجموعة تمام وبنفس الطريقة هنشوف مدى المجموعة الثانية من القيم اللي هو بالدهالي ونبدأ من خلال المدى نشوف هنا هو الفرق بين أكبر قيمة زي ما قلنا وأقل قيمة ونشوف التشتت هيبقى في أنهم المجموعة هل المجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية طيب أنا عرضت البيانات قدام بناتي وأبنائي ويمكن معانا دلوقتي أمنية من القاهرة أمنية زيك أمنية الحمد لله تمام القصص جمال كان بيقول أن مقايز تشتت المدى والانحراف المعياد فقالك المدى هو الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة مش كده؟ طب الأعداد اللي قدامك أو البيانات اللي قدامك دي تقدارك تجيبي المدى بين الاتنين يا أمنية؟ أولا كنت عادي نجاوب السؤال بتاع الحلقة اللي فاتي طيب ماشي نجاوب سؤال الحلقة اللي فاتي أولا كنت عادي نجاوب سؤال الحلقة اللي فاتي أولا كنت عادي نجاوب سؤال الحلقة اللي فاتي أه أه هي مشروعات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أه منها منها ثانية واحد هي المشروعات نفسها المشروعات نفسها احنا بنقول البيانات في المشروعات مش كده؟ مشروعات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تمام وقاعدة البيانات الموظفين بقاقتس حلق سائلات مثلا أه قاعدة البيانات للموظفين اللي موجودة في أحدى الشركات تمام أي تاني ووسائل الإعلام ووسائل الإعلام تمام gemeinsلم واحدة حلق عليك يا أمنية هنسيبك للكنترول روم وطبعا أنا هنستكمل الموضوع مع الأساس جمال بس تقدر تقولي لي يا أمنية المدى بين المجموعتين اللي قدامك كده أيها ما أكثر تشتتن ها يا أمنية طيب نرجع تاني احنا قلنا الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة عشان كده أنا هقول هذه المجموعة الأولى أساس جمال المجموعة الأولى بتحتوي على القيم 56 و 14 23 و 22 زي ما احنا ملاحظين هنا بنشوف أكبر قيمة هنا هوت هنجدها اللي هي ال 56 أقل قيمة اللي هي ال 14 يبقى بجيب المدى هذه المجموعة اللي هي المجموعة ألف بقول 56 ناقص 14 ده بيساوي 42 يبقى ده كده المجموعة الأولى أنا جبت المدى بتاعها الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة طيب بنفس الطريقة هركينا بقى على جنب كده أرس جمال وهجب لك المجموعة الثانية المجموعة الثانية بتحتوي على القيم 1 و 12 35 و 30 هنجد هنا أن أكبر قيمة هي 35 أيها وأقل قيمة هي ال 1 يبقى في هذه الحالة بقول مدى المجموعة الثانية أو مدى به هيبقى 35 ناقص 1 هيساوي 34 تمام يبقى أنا جبت أدي المدى بتاع ألف وأدي المدى بتاع به يسغل مقارنة بقى دلوقتي نلاحظ هنا أن مدى ألف بيساوي 42 مدى به 34 يبقى بس تنتج أن المجموعة الأولى أو المجموعة ألف هي الأقصر تشتتا بين هاتين المجموعتين تمام يبقى حسب تعريف المدى بناتي وأبنائي وده سؤال بيجي كأسئلة موضعية يقول لي المدى ليه المجموعة دي أكبر أو المجموعة دي أكبر ويتكلم عن المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وقل قيمة في مجموعة المفردات المعطرة لكن طبعا المدى ده ما بيعبرش بشكل جيد عن التشتت داخل المجموعة أكيد طبعا فرق القيم بيبقى كبير جدا وزي ما احنا شفنا هو التشتت في المجموعة الأولى كان كبير جدا عن المجموعة الثانية فإحنا ده بقياس بيعبر عن مدى تجانس المجموعتين طيب عشان كده ما بقدرش أننا استخدموا كتير أو أنه يمكن ندور على مقاس يكون أكثر مصدقية شوية بناتي وأبنائي هنفترض أننا في المصنع ده له بواب وفيه رئيس مجلس إدار فأنا بلاقي البواب مثلا بياخد 500 جنيه ولكن رئيس مجلس إدارة ممكن بيكون ياخد 15 ألف جنيه فأنا باجي على البيانات اللي هي بقول عليها بيانات متطرفة بقى البيانات الصغيرة أوي بشيلها عشان أتغلب على مشكلة المدى أو عيوب المدى فباجي بعمل في الشركة بقى دي عشان أجيب المدى بتاعها أشيل البيانات المتطرفة اللي هو أجريت البواب وأجريت رئيس مجلس إدارة لأن دول بيبقوا كبار جدا وبعين أبتدي أعمل المدى أو قيس التشتت أو التجانس داخل اللي هي المجموعات المتقربة طيب يا أستيس جمال احنا كنا تكلمنا مع بناتي وأبنائي وقلنا مخيص النزع المركزية منها من وسط الحساب لما كنا بنجيب وسط حسابي فمثلا لو كان فيه أب بيدي لأبنائه الأربعة مثلا واحد بيديله 3 جنيه واحد بيديله 7 جنيه واحد بيديله 8 جنيه واحد بيديله مثلا 2 جنيه هنا لو ما أنا كتبت البيانات دي طلعت المتوسط فالمتوسط طبعا حديك ممكن نطلع المتوسط حسابي بنعمل إيه بنرتب القيم وبعد كده بنجيب مع القيم ونقسمها على العدد طبعا نوجد المتوسط بصلا من البيانات المفروضة اللي موجود المتوسط هنا هي بقى مجموعة هذه القيم 3 زائد 7 زائد 8 زائد 2 على عددهم عددهم كام هنا في الوسط الحسابي مطلعش صدق قوي وبعد ما نجيب الوسط الحسابي نشوف هي منحرفة القيم اللي عندي دي بعيدة ازاي عن الوسط الحساب اللي أنا جبته يعني الولد اللي بياخده 2 جنيه من 5 جنيه يطلع لي أنه هو أقل منهم بتلاتة جنيه من المتوسط اللي المفروض اللي انت بتقول عليه ده بتلاتة جنيه عشان كده احنا هناخد مقياس جديد للتشتت وهو الانحراف المعياري بس قبل ما نخش في الانحراف المعياري ناخد بنتنا أسماء من الشرقية أسماء أخبارك إيه أسماء الحمد لله وصلت للإحساء ولا لس أه خلصنا تمام تمام انتو كده ماشيين تمام عشان تراجعي أوصيكي بقى بالتدريبات بتاعت الكتاب إن شاء الله اللي هم جزء التاني من الكتاب الخمس نمازج أه الخمس نمازج والتدريبات والحاجات الموجودة ده مهم جدا بنتي أسماء عندك سؤال ولا عايزة تشاركينا أعزة شيرك أعزة سؤال طب قولي السؤال الأول وبعين أسيبك تشارك معاني أصيص جمال معاك قام المعلم قام المعلم سؤال أكمل أكمل طيب قام المعلم بتصحيح أوراق أصيص جمال معاك هي قام المعلم إيه بتصحيح أوراق أه بتصحيح أوراق أيوة تلاميذ أيوة أوراق تلاميذ أيوة أحد فصوله أيوة في نص الساعة طيب في نص الساعة أه أه فإذا إخذ المعلم فإذا إيه أخذ المعلم ساعة ونص ساعة ونص فيه تصحيح 120 أوراق 120 تلميذ أوراق 120 تلميذ طيب يبقى عدد التلميذ كان مش كده أقول لكي هو خد بقى نص ساعة منهم هنا بقى في علاقة جميلة أول عندك الساعة ونص بصي بقى احنا بنبص كده للبيانات اللي موجودة الساعة ونص صحح فيهم قدي ساعة فيهم 120 120 صح 120 على الساعة ونص مش كده أقول لكي يبقى سين واحد على سين اثنين يساوي سين صد واحد على صد معايا كده معايا يبقى 120 على ساعة ونص يبقى طبعا هرفع الكسر فيطلع لي كل واحد يطلع لي من نص بكام باربعين يبقى هو عدد التلميذ بتوقع أربعين طالب معايا كده جاوبنا لك على السؤال تشاركينا اه تعايد يلا شاركيني احنا قلنا السؤال كده بيقول لك المدى لمجموعة القيم المؤطاء قدامك تعرفت قوليني المدى كم هنا المدى اه البيانات قدامك اه المجموعة القيم اه البيانات قدامك اه البيانات قدامك اه البيانات قدامك سبجات 23 نقص خمسة 23 ايوه طرح خمسة ها اه 18 18 يبقى الاجابة بتاعتي 18 شكرا يا اسماء انت زي الفل نرجع بقى تاني يا أستاذ جمال اه بعد بنتنا اسماء سؤالها حلو ويعني استخدمنا العقل فيه واستخدمنا العلاقة ده سؤال في النمازج يعني هي جايبة لسه الوضع هنا هي اشتغلت في النمازج ده كلام ده في النمازج اللي هو النموذج اتنين تمام تمام شفت النموذج الكتب او كتاب المدرسة والتدريبات مهم جدا اكيد طبعا لان ده والسنوات الاخيرة الامتحانات كلها ما بتخرجش عن هذه النمازج وانا يمكن بهمس في اذن ابنائي وبناتي الكتاب في كل الافكار اللي انت ممكن تترحى صحيح انا ممكن في الامتحان اقدم واشغل دماغك واعمل لك فكرة كده يعني بس هي ايه من خلال المنهج بتاعي عشان كده بيسألني يعني بعض وانا بشتري حاجات كده بالسوق يقولولي يا أستاذ وانت مش عارف الامتحان ما تقولوا للأي قلتولهم ده انا بقولهم كل يوم الامتحان ليه انا بقولهم كل يوم الهدف من الدرس ده والهدف ده هو موضوع القياس بتاع الامتحان وبالتالي انت لو عرفت هدف الدرس عرفت سؤال الامتحان اللي هيجي على الدرس ده تمام بسيط جمال نظبوط يا سعد طب انا النهاردة دلوقتي هاخد بقى الدرس بتاعي هو الانحراف المعياري الانحراف المعياري تعالي بناتي وابنائي نخش كده بالانحراف المعياري ونقول يعني اين حراف معياري فانا هقوله الانحراف المعياري انا بجيب المتوسطات وربحها بعد ما اجيب الانحرافات عن المتوسطات بربحها واجيب الجزر التربيعي يعني انا بجيب الواسط الحسابي واجيب زي ما قلت الوادي اللي جابي اتنين جنيه كان بعيد عن المتوسط الحسابي بتاعي بايه بتلاتة فيبقى زيلي بتلاتة فيبقى الفرق ده بربعه واجيب الجزر التربيعي عشان يبقى القيمة مجابة واقدر اقوله الانحراف هنا قد ايه عشان كده بقول إن الجزر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحساب يعني إيه؟ يعني بقوله كده العلمة دي معناها سيجمة مش كده رسالة جمال؟ مزوض نتعلم نكتبها كده؟ الانحراف المعياري أهي الانحراف المعياري الرمز بتاع الانحراف المعياري أهو يقضي السيجمة هي بيساوي الجزر التربيعي الموجب لمربعات مجموعة مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي اللي أنا برموز له بالرمز سين بار بالشكل دو على مجموعة هذه القيم أو عدد القيم عدد القيم يعني يا أستاذ جمال زي ما أنت كده ممكن بقام الأحمر تشاور على اللي أنا أقوله يبقى التعريف بتاع الانحراف المعياري هو إيه؟ هو بقول الجزر التربيعي يبقى دي الجزر التربيعي هو ليه؟ الموجب طبعاً اللي هيطلع من الجزر التربيعي لازم يكون موجب لمربعات متوسطات كلمة متوسط يعني أنا بأسم على عددها زي ما قلنا يعني إيه وسط حسابي؟ يبقى متوسطات مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي روح تنسيغه في سورة رياضية بهذا الشكل عشان كده قبل ما خش في المثال ونحل عليه هاخد ياسمين من الحوامضية ياسمين ايه السلام عليكم ازايك يا اسمين مش عايزين نسيبك كتير على التليفون ايه عليكم سيبك أنا كنت عاوز شاية عايزة تقول لي سؤال؟ او لا عاوز شاية طب خليك معي بقى انت عارفة قلنا الوسط الحسابي ايه هو الوسط الحسابي؟ الوسط الحسابي اللي هو مجموعة السلام على عدد منه طيب المثال اللي أنا قلت دلوقتي الوسط الحسابي طلع خمسة ويعني فيه ولد بياخد اتنين جنيه يبقى الفرق بينهم كام؟ سألي بتلاتة صح؟ اه طب والوادي اللي بياخد ثمانية جنيه يبقى الفرق بينهم برضو موجب ايه؟ تلاتة يبقى فيه تلاتة فوق وتلاتة تحت انا باخد القيم دي وربحها واجيب الجزل التربيعي هو ده انحرافات القيم عن وسط الحسابي طب تعالي نشوف كده لو انا معي بتعرفت كتبي طبعا كلمة سجما بقى وعرفت تتسهم الحاجات دي مش كده اقول لي ايه؟ اه اهى هديك مجموعة قيم شايفة المجموعة قيم دي اهي وصس جميل بيقول لي اوجد الانحراف المعاره للمفردات الاتية نعمل ايه اسميه؟ الحان المعاره هادقول مجموعة لا سنعمل ايه الاول هادي مجموعة بالعدد؟ اه باعدد يعني انا هجيب المجموعة وبعدين اعمل ايه؟ عشان هجيب الاول أول خطوة نعملها لما بيدين برافو أيوة كده يبقى الخطوة الأولى بجيب سيم بار اللي هي خاصة الهساب اللي هي مجموع هذه القيم على عددها على عدد قيم طيب مجموع القيم هي اسمي أنا هسميها سيم بار القيم كام أهي القيم هي وسيس جميل أنا هكتبقى أهي ونزلها يعني مجموع القيم على عدد هذه القيم صح يا اسماء اسماء معايا طيب يلا جمعي بقى هنحط بقى مجموع القيم 9 و 16 أنا رتبتهم عشان يبقى الجمع سهل معايا كده يا اسماء يا ياسمين معايا عشان يبقى الجمع سهل أنا عملتهم كده فدول مجموعهم 25 ودول 15 يبقى 40 و 10 يبقى كام على 5 أبرافه على 5 دول عادة يبقى 50 على 5 فيها كام 5 فيها العشرة فيها العشرة طيب أنا جبت الوسط الايه الحسابي بعدما أجيب الوسط الحسابي بجيب كل قيمة وأجيب انحرافة عن وسط الحسابي ده صح أو لا صح طيب أنا هجيب القيمة أنا عندي هنا القيمة هي وتعالي حسابي معايا بقى أنا قيل جبت الوسط الحسابي تلاقى بكام بـ 9 و 8 و 7 طيب الوسط الحسابي بقى 3 بعشرة كمان نعمل يا أوسس جمال دلوقتي بعدما جبنا الوسط الحسابي بنعمل الجدول زي ما احنا شايفين الجدول بيكون من 3 خنات الخناة الأولى بكتب القيم اللي عندي كلها اللي هي قيم السين صح يا أسماء يا أسماء يا أسماء يا أسماء تسعة بكتب القيم الأول وبعدين أجيب يا أوسس جمال بعد كده أجيب انحرافات هذه القيم عن الوسط الحسابي بعمل إيه بقول هذه القيمة ناقص الوسط الحسابي طيب حسابي بقى يا أسماء مع الوسط الحسابي يبقى أول قيمة تسعة هقول تسعة ناقص أنا عايزة أقول دي يا أوسس جمال بعد إذن قولي كده يا أسماء قولي حتة دي يا أسماء أول قيمة أقولي تسعة احنا هنجيب دلوقتي يا ياسمين سين ناقسين بار يالله نعمل ايه اول قيمة في سين اللي هي كام تسعة ناقسين بار اللي هي ايه الوسط الحسابي الوسط الحسابي احنا نجدينه ايوه تديني كام يا ياسمين تسعة مرة اثنين واحد شكرا يا ياسمين ندي فرصة لأولادنا غيرك وشكرا وتابعينا تسعة جمال تمام هي اسماء قالت انا بجيب انحرافها عن مين عن الوسط الحساب فبجيب القيمة ناقس الوسط الحساب عشان يطلع لي قيم الانحرافات عشان ادى اشوف قيمة هتطلع قيم سالبة وقيم مجابة يعني انا ببص الاقي فيه قيم طلعت سالبة وقيم طلعت ايه مجابة عشان كده بربحها بعد كده سمع العددها وبعينة اجيب الجلس اجيب الانحراف المعياري بالزرعة اديك اسمس جمال انا عارضه قدام حضورتك اهو ومع ابنائي وبناتي تواصله معي كده عشان نحل مع بعض وا banyak بستنية اسمس جمال 9 ناقس 10 فايديني سالب واحد سالب واحد طيono وتمانية ناقص عشرة هيدينا سالب اتنين تمام ستاشر ناقص عشرة هيدينا ستة تمام سبعة ناقص عشرة هيدينا سالب تلاتة وعشرة ناقص عشرة هيدينا صف عشان كده الجزء الاولاني ده انا بجيبه وانا حذر جدا يا أصدر جميع عشان اجهز الاشارات بتاعتي فبقوله مادام قلت السين ناقص سين بار او سين شرطة يبقى انا عارف انه الوسط السابع كتب اللي هو التاني المطروح طيب بعد ما بجيب ده اكملنا بتطلع قيم سالبة وقيم مجابة بعمل يا أصدر جميع بنربع هذه القيم تمام ببدأ اربع سالب واحد تربية حيبقى مجاب واحد تمام سالب اتنين تربية حيبقى مربحة حيبقى اربعة بنبه هنا حاجة مهمة جدا لابناءنا الطلبة لما نيجي نكتب في الكالكولياتور لان بشوف دايما بعض الطلبة بتكتب في الكالكولياتور يجي يكتب سالب اتنين يكتبها بالشكل ده يكتبها كده سالب اتنين ويحط لي تربية كده طبعا ده خطأ رياضي رهيب جدا هم لاكتبها ازاي يا باز بالدهالية احطها بمقصين اه شاطئ احطها بمقصين ما تقول لي اسمك بقى بجد يا باز ابراهيم مش كده اه اقول اسمك اسم ابراهيم اسم ابراهيم الباز ابراهيم الباز بس هو بقول لي اسمك بيقول لك الباز انت من الدهالية مش كده اه تمام تمام طيب انت خلص الحراف المعياري اه الحمد للبطب في المنهة تمام انت عندك سؤال الاول اه انا عارف انك بتجيب اسئلة جميلة يا ابراهيم عشان انت الحلقة اللي قبل فاتت بدتني سؤال جميل اسمك اسمك اذا كانت اذا كانت اذا كانت اذا كانت الاس تشعر خمسة وتب Harris خمسة وتلاتين خمسة وتسبانين تمانين خمسة وتمانين اه اه OD جاء ب جاء ب جاء ب ستستيعاذ جاء دur ستستيعون جاء دur عارف يعني إيه جابه بيسوي جاته به؟ يعني المجاور بيتوي المقابل يعني الزاوية تبقى بكان يعني المثلث يبقى نوعه إيه؟ المثلث ما استغلت سباة يا دعا أنت حليته يلا كما أنت حليته يعني أنت عارف الحل أنا عارف الحل بس عارف ذهبت شوهي الطريقة طب يلا وإنت هتحلو بأنت حليته يلا الجابه بنسوي جاته به وبعدين؟ فيه مثلث حليت به جيم أيوة قياس زاوية جيم تساوي. اه قياس زاوية جيم? اه. تساوي كم يا بيت? خمسين. ايه عرفتها ازاي? ها? لان زاوية اه قياس ايه اللي هو اصل? الجا به قد الجتة به. مش كده او ليه? اه. يعني الجا قد الجتة. يعني المقابل قد المجاور في الممثلث من تساوي السقيم. طيب. تشاركني بقى في الحراف المعياري? اه. يلا. احنا جبنا دلوقتي مربعات القيم اهو. ربعت القيم معي ابراهيم? اه. طيب اربع معي كده. شايف كده قدامك? اه شايف. يلا قولي اول حاجة هيبقى كام? واحد. والتانية? اربعة. والتالتة? ستة وتلاتين. واللي بعديها? تسعة. واللي بعديها? سيف. بس كده هم. بعد كده بعمل ايه? عشان اجيب الوسط عشان اجيب. اعمل ايه بقى? ها? الانحباط المعياري بيساوي. اقرأ بقى كده يا ابراهيم. ايوا. لمجموع مجموع رسين ناسين بلو كل تربيع على عدل قيم. الله اكبر عليك. شكرا يا ابراهيم. شكرا يا ابراهيم. اتفضل. عندي بس يعني اكتراح. اتفضل. اللي هي الاسئلة تبقى بتاعت اسئلتي الحالة. يعني عاوزينها تبقى بقدر الصعوبة شوية يعني نفكر فيها. اه ما انا هقولك حاجة يا ابراهيم. احنا لما ما كناش هوا كنت بقى جيبلكوا اسئلة اه يعني كنت بقى بطعت فيها شوية واجبها لكم وعمل لكم جرافيك واعرضها لكم وكده. لكن احنا لما نبقى هوا احنا عندنا فيه فرق فردية بين الطلبة بعضها وبعد. فمش معنى ان ابراهيم كويس ومتفوق انه يبقى كل الناس كده. فاحنا برضو بنسان اده شوية وانسان اده شوية. لكن احنا معاك يا ابراهيم واحنا اظن بنجاوب الاسئلة بتاعتك المتميزة الجميلة اللي انت بتجيبها. الله يخليك يا ابراهيم. ماشا حبيبي شكرا يا ابراهيم. شكرا يا حبيبي. نرجع تاني يا ابراهيم. احنا قلنا البيانات دي لما كانت دهنة كانت بيانات مفردة. بيانات مفردة. وخلي البيانات. فيه فرق بين البيانات المفردة والبيانات المبوبة. كان فيه نقطة زمان يقولك اعلانات مبوبة. ايه مبوبة دي. فكان هو مش عارف يقراها هي اعلانات مبوبة يعني ايه. يعني في الجورنان بيعمل اعلانات وبعدين يقولك الباب ده او شوية دول او الفصل ده نعمله للعربيات وده للبيوت وده للعقارات وده للاشياء او الادوات المنزلية. عشان كده قلنا كلها ابواب فسمناها مبوبة. البيانات بتاعتي بقى المرة دي ممكن تبقى بيانات مفردة يا سيجمال وممكن تبقى بيانات مبوبة. البيانات المفردة زي ما شوفنا بناتي وابناء دلوقتي قلنا ان السيجمال بتساوي الجزر التربيعي. ليه? او مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. طبعا بجيب المتوسطات بتاعتها وحلاقي انه زي ما قالي قادي خمسين على خمسة يبقى يطلع لي جزر عشرة وجزر عشرة ده عدد حقيقي. ممكن اجيبه بالقال حسبة فيسوي تقريبا تلاتة واتنين من عشرة او تلاتة وستة عشر من مية او تلاتة ومية وستين من الف. كله صح لانا بجيب بالتقريب. طب هذا لو كانت البيانات بتاعتي بيانات مفردة. مفردة. همو البناتي وابناء ايه? لو كانت البيانات مبوابة بقى وصل جميل. يعني ايه? مش معقول انا هخش فصل فيه اربعين طالب زي السؤال اللي كانت جابتهنها بنتنا ياسمين. مش معقول ان انا هخش الاربعين طالب واكتب لك الاربعين بيان وبقى ان نجمع الاربعين بيان ونقسمه شغلانا فاحنا بنعملها في جدول زي مجموعات. ان انا بقول ان مجايب من كزا لكزا يبقى كزا يبقى فانا بعملها. عشان اقدر احسر القيم واقدر احكم على الفصل هنا هوت. اه. بنشوف هنا متوسط الدرجات بيبقى شكل عامل ازاي. اه عشان كده انا اه بسأل بنتنا ايمان من الجيزة. ايوة. ازايك يا ايمان? الحمد لله احنا هنا هنعمل الجزر التربيعي. ايوة. وهنقول مجج نفتح كواسين بار تربيع في كاف على مجج كاف. ده في البيانات الايه? اللي هي التوزيع تكاري. طيب انا هقولك حاجة. انا في جدولين. بص كده الجدول كده اللي بيقول لي اما لو كانت مبينة عشان البناتي وابنائي ياخدوا بالهم. هم جدولين الجدول اللي بقى في شرطة ده الجدول اللي هو التوزيع التكاري دول مجموعات. يعني ايه بقى شرطة دي بص كده. اه. قدامك مجموعة بياناتة هي بتستهلكها مجموعة سيارات كمية من البنزين. اه. انت بتقول لي شرطة يعني ايه شرطة? اه يعني تسعوا جنبيها شرطة كده. طب ما تقري كده اللي انا كتب تقولك على الشرطة. اه يعني مركز هنجيبي انا بقى المركز المجموعة. طب يعني ايه? يعني انت بتقول لي دي شرطة يعني ايه شرطة? عارفة دي ايه يا ايمان? ايه. بيقول لي ايه? بيقول لي ان التلات عربيات دول بيستهلكوا بنزين. اه. من خمس لترات الى سبع لترات. الى اقل من سبع لترات. يبقى دي ما اسمعاش شرطة يا اسمين. يا ايمان. اه. دي اسمها من التلات عربيات. كل عربية بتستهلك بنزين. من خمس لترات الى اقل من سبع لترات. اه. شفتي بقى? يبقى دي ما ارهاش شرطة تاني. اه. خلق ذلك. طيب انا في جداول ما بيبقاش فيه. ده بقى سميه الجدول التكراري اللي انا بحط فيه. مجموعات. مجموعات. لكن في جدول تكراري بسيط يا امر. اه. ما انا عاد. ما فيهوش من الا. فبحط البيانات كده مرة واحدة. اه. واستخدم الجدول الجميل اللي انت قلتلي عليه. اه. طب انت عارفة الفرق بين الجدولين ايه? اه. الجدول الاول. الجدول التالي اللي هو اخر الجدول ده بنجيب مركز المجموعة. بس كده. عارفة ليه ما جيب مركز المجموعة ما انا قلتلك. اه. ما انا قلتلها. ان الخمسة شرطة سبعة دي. معناها ان الثلاث عربيات كل عربية بتستهلك من خمس لترات الى اقل من سبع لترات. يعني لبتستهلك خمسة كلها ولا سبعة لكن بستهلك المتواصل. نو اضحالك كمان بمثال تاني امام. اه. المدارس لما ييجي في امتحان الشهر مثلا لما بيجي يسأل كده هو بدل ما يسأل الطالبة كلهم مرة واحدة. اه. بيجي يقول مثلا ايه. اللي جايب اقت من عشرة الخمستاشر. فبيقوموا ايه اربعة اربعة طلاب. صح ولا لا? صح متى. اه. فهنا بقى يبقى فيه طالب جايب عشرة. ممكن يبقى طالب جايب حداشر. طالب جايب اتناشر. بس مش خمستاشر. بس مش جايب خمستاشر. اه. او جايب اه من عشرة الى اقل من خمستاشر. طيب احنا كده ابنالها الجدول اهو. بالضبط. وقلنا دي استهلاك اه عربيات. وانا عايز اجيب. انا كان بس عين بس سؤال بس. طيب قولي السؤال به. واتنين به. وتلاتة جيم. وتلاتة جيم. واربعة دال. واربعة دال. فيه تناسب متسلسل. فيه تناسب متسلسل. اثبت انا. اثبت انا. اقص. جمال. اتنين به نقص تلاتة جيم. اتنين به نقص تلاتة جيم الى. وسط متناسب. وسط. متناسب. بين. ايوة. اقص. ايوة. ألف ناقص اثنين بي ألف ناقص اثنين بي وي ويقص ها تلاتة جيم ناقص اربعة ديل تلاتة جيم ناقص اربعة ديل صح كده اه طب أنا أقولك حاجة قبل ما تقفلي اه وصيص جبال معي مش أنا أقولك ألف واثنين بي وتلاتة جيم ده معطى ده معطى في تناسب ايه يا أمر متسلسل يعني ايه تناسب متسلسل يعني ايه تناسب متسلسل يعني هنقول ألف على اثنين بي بيساوي اثنين بي على ثلاثة جيم بيساوي ثلاثة جيم عربعة دار بيساوي ثابت جميل أول جميل ما انت جاوبت ياه لا ما جاوبتش هي بس عايزة تعرف اه ازاي حسبت بقى ده المعطن شوف انا خدت المعطى صغته بكلمة تناسب متسلسل بس انا عايزة عارف هاستغل على الحاجة التانية دي عشان هون بيقول اثبت طيب بصي بقى معايا كمين هو هنا بيقولك ايه اثبت ان اثنين بيه نقص ثلاثة جيم وسط متناسب تقدر تقول لي يعني ايه وسط متناسب زي الفوق زي تناسب متسلسل لا بص معايا بقى ما هي تزيحة كده هو اه لا عارفة ثانية ثانية هنقول ألف على ألف نقص ثلاثة جيم بيساوي اثنين بيه نقص ثلاثة جيم على ثلاثة جيم نقص البعض دي صح كده طيب احنا مش مشكلة عن هلا هالك وتابعينا ماشي ماشي ثلاثة جيم على أربعة بص يا امام احنا هنا لما يقولك وسط متناسب معنا كده ان انا ده مربع اثنين بيه نقص ثلاثة جيم تربيع بيساوي حاصل ضرب ألف نقص ثلاثة جيم نقص اربعة دي طيب احنا على طول ممكن ناخد الاول والاخير نحطه من الوقت بالصبت ممكن نعملها كده وطاق تمام يبقى انا عندي ألف نقص ثلاثة جيم بيه يبقى انا هعمل ايه هاخد مقدم الاول ناشي هاخد مقدم مش انا عندي مقدم الاول مع مقدم التاني اه واني اطرحهم اه حيصحب معايا التواب اثنين بيه نقص ثلاثة جيم يبقى الف نقص اثنين بيه على اثنين بيه نقص ثلاثة جيم يساوي ها تعالي بقى اخد المطلوب التاني ثلاثة جيم نقص اربعة ديال يبقى انا خدت ايه مقدم وتاني مش كده اولا ايه يبقى ثلاثة جيم نقص اربعة ديال ثلاثة جيم نقص اربعة ايه ديال ديال تمام تعالي بقى ادرابي طرفين في وسطين هتلاقي ايوه هتلاقي ان اتنين به ناقص ثلاثة جيم الكن لتربيع بيساوي حاصل ضرب الف ناقص اتنين به اه في ثلاثة جيم ناقص اربعة دين الله هو اكبر عليك في ثلاثة جيم ناقص اربعة دين تمام ديك خط كده طريقتين للحل تعالي معايا بقى ميس انا هسيبك مش انا جاوبتلك السؤال او ميس طيب بعد ما جبت انا المجموعات بتاعتي من خمسة الى اقل الجدول بتاعي المختلف هنا بقى عشان اجيبلي انحراف المعياري اصبح اللي انت قلتيه بقى هنا بضرف في كيف ليه بقى لان عندي مش عربية واحدة ده انا عندي كم عربية اه ثلاثة 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 والتانيين اه اربعة ستة هون ستة ماتر جدول زهر او يا لس زهر اه واللي بعديه عشرة لذلك فيه تكرارات يبقى انا عشان كده في الجدول في القانون بس نجد انا بجيب مركز المجموعة اه بجيب ايه مانا جبت مركز المجموعة لكن انا بتكلم عن التكرارات بقى انا دلوقتي هعمل الجدول بتاعي فبقول له بقى هجيب بقى الجزر التربيعي لمجموع مربعات انحرافات القيم طبعا في التكرار اهو بقول عليه متوسط يعني بقول عليه ايه متوسط متوسط للانحرافات فانا هعمل جدول كده يا امر الاول بكتب الفئة وبجيب مركز الفئة هدي الفئة وتتكرارها ههم شايفينها اه يبقى دول انا بكتبهم مفيش اي تغييج ام بعد كده بعمل ايه بقى مركز المجموعة بجيب مركز المجموعة زي ما انت قلت نعمل ايه بقى طب ماشي ممكن الجدول عشان اجيب مركز المجموعة تاني الجدول ماشي جدول اهو ما انا كانت هبلك الفئة ايه اه هنقول 5 زي 9 على 2 اه 5 زي 7 اه 5 زي 7 على 2 ايوه اللي هي بداية الفئة ونهاية الفئة 9 على 6 طب خلاص انت كده فهمت خلاص انا متأكد ان كده انت هتكمل معي المسألة هيا دي كانت الدروب هتوب بيزود بالكام وبتدي زود جميل قوي جميل انت زال فل بس هقولك حاجة اوعي تزود تزود لان احيانا بتبقى فئات مختلفة انا باخد طول الفئة وقسمها على 2 اللي هي بداية الفئة على نهاية الايه بس ساعات في نهاية الجدول بيجيبلي مثلا 6-9-20 بشوفها كده في المسائل يعني ايوه بس افريدي بقى جالك دروب كده عملهانك بدل ما اعملك 5-7-9 هو عمالي زود 2 اه نرجعك بص نبص الجدول معلش يوصي زيتنا المخروج يجيب الجدول تاني بص عملها ازاي 5-7-9 هو مش عمالي زود 2 افريدي في مرة من المرات راح عملك 11-17 اه تبقي تعملي ايه ساعتها 12-11-17 لا انا مليش دعوة انا يبص على الفئات المعطاء واجيب بداية الفئة زيتناية الفئة على 3 ايه ايه امان انا بعمل كده جميل قوي شكرا يا ايمان ونورتيني اه نرجع تاني وصل الجمال احنا جبنا البيانات المفردة ودلوقتي احنا بقى بناخد البيانات المبوبة بس احنا اخدنا الجدول اللي صعب جدا صعب قوي اللي يقولوا عليه اره صعب حاجة في الاعصن بس احنا هنجيب طول الفئة ونقسمها على 2 ويبقى جدول عادي جداً بتفضيل الصلاة الجميع دلوقتي عندنا المجموعات هنا هنا هو تقدي المجموعة العناصر بتاعتي هنا الفئات خمسة وسبعة وتسعة واحداشر وثلاثة عشر وخمستاشر التقرارات عندي هنا زي ما احنا كانت بينها تلاتة وستة وعشرة واثناشر وخمسة واربعة انا ما جيتش حاجة من عندي لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي احنا كل اللي عملناه ان احنا نقلنا نفس الجدول عشان نبدأ نجيب الوسط الحسابي بتاعنا فاول حاجة هجيبها زي ما بنتنا ايمان قالت هجيب مركز المجموعة الله طب مركز المجموعة احنا كنا في الوسط الحسابي بنسميه ميم احنا سميناه هنا لسين اه لان انا كده بجيب القيام من اولها كاين بجيب المسألة من اولها من اول وجديد تمام بناتي وابنائي خليلالك مسألة من اول وجديد ممكن كان بناتي وابنائي استغرابوا قوي ده انا كنت في الوسط الحسابي السنة اللي فاتت يا لسه يا ربي السنة اللي فاتت كنت بسميها ميم ما احنا بقى دلوقتي بنلغي بقى الفئات دي المجموعات دي وبنعمل قيم جديدة هيا دي بدل ما يبقى خمسة يا إما خمسة يا إما سبعة يعني يقولك كده العربي دي استهلكت يا إما خمسة يا إما سبعة طب لا خمسة ولا سبعة خلينا في المتوسط يبقى ستة فهستبدل كلمة يا إما خمسة يا إما سبعة أستبدلها بكلمة إيه ستة وهو ده اللي هنشتغل عليه بقى اللي هو عشان كده اللي سمتها دي بقى البيانات اللي أنا هشتغل عليه المجموعة الأولى هيبقى هجمع 5 زائد 7 12 على 2 هيساوي 6 المجموعة الثانية هجمع 7 زائد 9 16 على 2 هيساوي 8 المجموعة الثالثة هجمع 9 زائد 11 20 على 2 هيساوي 10 المجموعة الرابعة هجمع 11 زائد 13 يباربع عشرين على الاتنين هيدينا 12 مجموعة الرابعة 13 الخمسة 13 و 15 هيبقى 28 على 2 هيديني 14 يلا دينا حسبناهم أساس الجمال حسبهلكم تعالوا هم موجودين قدامنا هم دي بقى اللي أنا هشتغل عليها الجديدة خالص أساس الجمال طيب في الحتة دي بالتحديد التكرارات الست الليلات دول مش استهلكتها عربية واحدة ده كم عربية استهلكتها؟ استهلكتها تلات عربيات يعني كل عربية ستة؟ اه يبقى هذه الحالة هنضرب بقى سين في كاف هضرب التكرارات في المركز القيم اللي احنا جبناه جديد أو الوسط اللي احنا جايبينه جديد اللي هو الستة يبقى هضرب تلاتة في ستة هيساوي 18 يعني 18 لتر استهلكتهم التلات عربيات بنتنا مين؟ مين؟ قالو؟ سماء مش شرقية سموعة سموعة وعليكم السلامة سلامة وطلال وبركاته شفت بقى تلات عربيات كل عربية استهلكت قدي ايا سماح؟ سماح؟ معا معايا ولا ايه؟ اه طيب مش كنت معايا في الدرس؟ اه طيب تلات عربيات كل عربية استهلكت كم؟ ستة ستة يبقى كم لتر بنزين استهلكتهم العربيات التلاتة؟ ها تلاتة في ستة؟ ايه؟ بـ 18 جميل او برافو عليك عندك سؤال او لا عايزة تشاركينا؟ اه عايزة عايزة تسألي؟ اه طيب يا سيد جمال معاك تفضل ابيه السؤال اذا كانت؟ اذا كانت؟ دالسين رد عليها وصد جميل دالسين؟ اللي هي دالسين يعني اه اذا كان دالسين صح؟ ماشي دالسين ها 20 سن تربية؟ 20 سن تربية زائد بسين؟ زائد DB زائد GA وكانت دالسين؟ وكانت دالسين چتاوي ساف ساف خمينا عندما سين؟ عندما سين؟ شي تمime؟ تامي؟ المجموعة ع 14Am انتامي اللي المجموعة اللي بتحتوي على عنص الصفر وثلاتة؟ اه تنتمي للمجموعة ولا في الفترة تنتمي للمجموعة مجموعة القص عندك قص مجموعة على قص فترة قص مجموعة على قص فترة يا سماع سماع زي ما أنا كاتبها كده القص كده ولا قص الفترة المغلقة اه مجموعة كده لاي سفر و تلاتة تمام لاي مجموعة كده كده مجموعة صح اه بقوجة قيمة كلن من به و جيم قوجة قيمة به كلن من به و جيم اه تمام ماشي هنا ده السيم بيسوي صفر انا هنسوي الدلة هنسوي الدلة بالصفر يا سماع ماشي اللي هي اتنين سيم تربية زي بيه سيم زي الجيم وعوض مرة عن السيم بصفر وعوض مرة عن السيم بتلاتة هيبع عندي معادلتين احلوهم مع بعض طيب أستيس جميل بنتي الحبيبة اه اه احنا قلنا اه افلت طيب بص يا امر بقى احنا قلنا السيم بتنتمي الى المجموعة اللي فيها عنصرين سفر و تلاتة ده قيمة سيم امتى لما تكون الدلة كلها بسفر فانا هقوله يبقى انا عندي اتنين سيم تربيع زائد به سيم زائد جيم بيساوي سفر في حالتين اولا عندما دال السيم بسفر يبقى انا هقوله دال سفر تساوي انا عشف كل سين وحط مكانها سفر ياوسي سيد جميل اه يبقى اتنين مضروبه في سفر تربيع ايوا زائد به مضروبه في سفر زائد جيم كيب هتديني ايه هيتديني هنا ايه هيتديني قيمة الجيم الجيم هتطلع بكام بسفر يبقى الجيم بسفر يبقى انا جoped اجبت قيمة الجيم بسفر احطها بسفر اه تبقى المعادلة الجديدة ده السين حتصبح اتنين سين تربيع زائد به سين الجيم خلاص أصبح بصف أعود بعد كده عن دال أجيب دال 3 برضو هسويها بالصف يبقى 2 مضروبة في 3 تربيع زائد به مضروبة في 3 يبقى إذن 2 في 9 18 زائد 3 به دي بتسوي ايه؟ بتسوي صف يبقى 3 به هتسوي سالب 18 إضافة المعكوس الجامع للطرفين بقسمة الطرفين على 3 يبقى هيديني قيمة البه في النهاية هتسوي سالب 6 يبقى أنا جبت قيمة به بصفر وقيمة جيم بصفر وقيمة البه بسالب 6 تمام يا رب نكون جاوبناك ويا رب تكون استفدتي من الإجابة بتاعنا نرجع تاني لزي ما كنا شغالين قبل ما اتصل بنتنا يعني احنا قلنا القيم بتاعتنا احنا قلنا 3 العربيات كل عربية سالك 6 لتر بنزين فنرجع تاني للجدول يبقى 3 في 6 ب 18 6 في 8 هتبقى 48 و10 في 10 يعني احنا بنضرب بصين في كاف دلوقتي اه كافسين طب نشيلهم بقى ونجيب مجموحهم تمامي واحنا عندنا الاول يعني 6 في 8 ب 48 10 في 10 ب 100 12 في 12 ب 144 5 في 14 90 4 في 16 ب 64 كده انا جبت انا كل دا بجيب الوسط الحساب الوسط الحساب نجيب مجموعة القيم تماميب ونقسمهم على عدد التقرارات اللي موجودة عندي في الجدول الرئيسي جاسمين رجعت تاني رجعت تاني جاسمين اه سلام عليكم حمد الله على السلام اه سلام اه عايزة تقولي ايه انا كنت عندي سؤال بس مش في الدرس دا سؤال بس ايه مش في الدرس دا تفضل طيب اكتبيه واحنا نبقى نشوف لوقت جو تفضل يا اما ماشي اذا كانت اذا كانت ب ب وسطا وسطا متناسبا متناسبا بين الف و جيم بين الف و جيم تثبت ان الف تربية زائد به تربية زائد به تربية على به تربية على به تربية زائد جيم و بية زائد جيم تربية بيساوي بيساوي الف على جيم الف على جيم على جيم قبل ما نجاوب قبل ما نجاوب ما تقفليش بق عشان تحلي اي مسألة مش ضرورة انت عندك مقطع انت عندك ايه مقطع. ايه المقطاع والوهم الدهلي. قالك به وسطا متناسبا. عارفة ده معناه ايه? معناه تربيع بيسوي الف جيم جنس تربيع الاف في جيم صح أو لا او ايهノه الف على به بيسوي بيلا جيم بيسوي بيلا جيم عمده ونعرف صح او لا. صح يبقى الف على مم. بيسوي بيه عالمين بيسوي بيلا جيم بيسوي مقدار ايه ميد مقدار السابت اللي هو ميم. تبقى البيه دي كام بقى? البيه بتسوى في الميم? نجي ميم. برافو عليك صح? والالف? والالف بقى اه. بتسوى به ميم? لا. ما هو به ميم اه. ماشي? طب مش انت عندي قيمة البيه بجيم ميم? اه. يعني احنا هنقول انت عايزة تقولي به في ميم صح? اه. طب البيه مش عندي قيمتها بجيم ميم? ايو. ده عوض عن قيمة البيه بجيم ميم مضروبة في ايه? في ميم. ايوه. يبقى اصبحت جيم ميم ايه? ميم تربيع. جيم ميم تربيع. يبقى هي دي تتمت ايه? سانيا بقى يا امر. ياسمين. هو احنا ليه بنعمل كده? هو احنا ليه بنعمل كده? عشان نحول اللي انت جايبايا عشان نثبته بدل ما فيه مجهول اسمه الف ومجهول اسمه بيه. ومجهول اسمه جيم لا ده انا بحوله في مجهول واحد اللي هو ميم جيم. معايا يا ياسمين? معايا خبير. يبقى انا بليه بعمل كده? ليه بقوله ان البيه بتسوي جيم في ميم? جبتاها بدلالة جيم اهو. والالف جبتاها بدلالة جيم برضو فبقت جيم ميم تربيع. ليه بعمل ده? بعمل ده عشان احول اللي انت جايبايا اثبته للطرفين. بخليه في مجهول واحد فيسهل الحال. تمام يا اوستجمان? اهو بحل هل اهو? بص معايا كده. هاد الطرف الايمن اللي انت ايلالي عشان هثبته اللي هو الف تربيع زائد به تربيع على به تربيع زائد جيم تربيع. مظبوط? نبدأ نعوض. الف تربيع. انا عندي الالف بكام? جيم ميم تربيع. ماشي? لما ربعه هيصبح جيم تربيع ميم قص كام? اربعة. قص به تربيع. هربع ال به. يبقى جيم تربيع ميم تربيع. اه. ماشي? على به تربيع اللي هي ايه? برضو هربع. يبقى جيم تربيع ميم تربيع زائد جيم تربيع. ماشي كده? اه ماشي. بص كده تحولت كلها الجيم وميم ازاي? بص كده? تعالين بص بقى. نمسك البص. وصح بقى شوية اصد كمين. نشوف كده. اه وصح او. وتكبر خط اوي. هم? تمام اه. هنا جيم تربيع ميم اصربعة زائد جيم تربيع ميم تربيع. في عامل مشترك هنا ولا ما فيش? في عامل مشترك. اللي هو مين? ميم. بص كده? الجيم موجودة هنا وموجودة هنا. هنا اص كام? هنا اص تربيع. وهنا? اص تربيع. يعني اقدر اخذ جيم تربيع عامل مشترك. اه. طيب. هنا ميم وهنا ميم صح? يعني اخذ ميم تربيع برضو عامل مشترك. مش انا عندي ميم اصربعة. وهنا ميم تربيع. يبقى بناخد ايه? الميم اللي هي القص بقى اصغر قص. صح ولا لا? صح. يبقى انا طلعت العامل المشترك. اعمل ايه بعد كده? ابدأ اقسم. جيم تربيع على جيم تربيع راحت. فيها الواحد. ميم اصربعة على ميم تربيع. يدينا فيها ميم ايه? ميم اتنين. تربيع. ماشي. زائد. ميم تربيع. ميم تربيع. على جيم تربيع ميم تربيع. يدينا كام? ميم تربيع زاد واحد. يدينا واحد. طيب تعالي تح في المقام. عندي جيم تربيع وعندي جيم تربيع. يعني اقدر اخذ جيم تربيع عامل? مشترك. مشترك. نبدأ ناسم. ميم تربيع. جيم تربيع ميم تربيع على جيم تربيع هيتفضل لي مين هيتفضل لي ميم تربيع زائد جيم تربيع على جيم تربيع هتبقى ميم تربيع زائد واحد يبقى فيها الواحد ماشي تعالي بقى نختازل الجيم تربيع راحت مع الجيم تربيع وبص كده ميم تربيع زائد واحد وهنا ميم تربيع زائد واحد هتبقى ميم تربيع وستثنين هيتفضل لي ميم تربيع ودي رقم كام وستثنين ميم تربيع اللي هي ميم ده الطرف الايمن ده الطرف الايمن اللي احنا حلناه استنى باس الطرف الايمن يا ياسمين تلع بميم تربيع تعالي بقى نشوف هنا الطرف الايصر بص يا بنتي احنا جبنا الطرف الايمن برضو وتلع بميم تربيع لو الطرف الايصر كمان تلع بميم تربيع بعد التعودات دي يبقى الطرفان متساويين وتبقى الاسبات صح تمام يا ياسم جمال هنجيب بقى الطرف الايصر يا ياسمين مع الوسيس جمال الطرف الايسر عندك الف على جيم نعوض عن قيمة الف الف بكام ايوا جيم ميم تربيع على الجيم تعالي نختازل الجيم تروح مع الجيم يبقى يتفضل لميم ايه تربيع ودي رقم كام اتنين بص كده رقم واحد هدي رقم واحد ترعة ميم تربيع ورقم اثنين ترعة ميم تربيع يبقى الطرف الايمن هيساوي الطرف الايسر شكرا لك يا حبيبتي وحنرجع تاني بعد الفصل بسوق تنسي لازم نكتب الطرفين متسويين ابنائي وبناتي فصل قصير ونرجع تاني ورجعنا بعد الفصل اهلا بيكم بناتي وابنائي مرة تانية احنا كنا وصلنا مع بناتي وابنائي اخر حاجة كانت بتقول لازم اقول الطرفين متسويين ادي على لص درجة واحدة اذا طرفان متسويين لكن تعالوا نستكمل تاني الجدول بتاعنا اللي احنا كنا انشأناه واحنا كنا وصلنا بص جمال ان انا هقدر بقى اجيب دلوقتي الوسط الحسابي الوسط الحسابي هجيب بمجموع قيم سين في كاف وانا عندي مجموعة التكرارات هيبقى اذا اقول الوسط الحسابي هقوط بقى مجموعة التكرارات ان انا هجمعهم مجموعهم 40 وهجمع سين في كاف مجموعهم 464 يبقى انا هقوله الوسط الحساوي الحسابي يساوي مجموع القيم على عددها فيطلع لي 11.6 من 10 جبت القيم بتاعتي اجيب بقى الانحرافات عن الوسط الحسابي بتاعي انحرافات كل القيم بتاعتي عن الوسط الحسابي فجبت الانحرافات يعني انا قلت العدد 11.6 من 10 لما شلت منهم 6 لعلي 5 بالسالب اهو 5.6 من 10 جبت الانحرافات ربعت الانحرافات ضربت كل مربع انحراف في عدد القيم بتاعته وفي الاخر جمعته شفتوا هو نفس الجدول بس انا كنت ايه استبدلت السين بتاعتي بدل ما كانت مركز المجموعة سمتها السين وبعدين شلت منها سين بقى الربعت ده ربط في التكرار بتاعي فطلع لي 325.68 طبعا بناتي وابنائي عارفين ده بسهولة جدا هستخدم فيه الالة الحزمة تعالوا بقى بيقول الحراف المقاري بكتب القانون انا بقى بقول بسرعة كده عشان وقتنا وبعدين انا عندي الخانة دي جاهزة وبعدين اللي هي 325.68 من مية على المجموعة تكرارات اربعين بالاها الحزبة البسيطة جدا تلع لي 8.1 من 10 او 8.14 من مية او 8.14 من الازل بناتي وابنائي الوقت بيجري بسرعة معاكم لكن انا بشكر استاذنا استاذ جمال الف شكرا استاذ جمال شكرا لكم استاذ عادل وشكرا لكم بناتي وابنائي كان معكم عادل عبد الموجود على عمل اللقاء في حلقة القادمة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة